موسيقى وأيضا نذكر في هذا السياق إذ أنه جاب أيضا ضابط سابق في المخابرات الجزائرية ويتعلق الأمر بالعقيد المتقعد شفيق مصباح وهو عقيد سابق متقعد تم توليته منصب يتمثل في مدير الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية والذي هذا المرصد تم إنشاؤه في خطاب وجهه تبون يوم تسعة في ذري بقمة الاتحاد الإفريقي بأديسا بابا وفي تلك القمة أعلن عن استحداث هذا المركز أو هذه الوكالة ولديها أهداف وليس المجال لحكاية فيها أنها تريد أن تستعيد النخب الجزائرية والإطارات الجزائرية في الخارج وتلعب أدوار لديها علاقة بالديبنوماسية الجزائرية هنا عندي وثيقة استخباراتية مسربة من جهاز المخابرات السوني تشاهدونها على الشاشة هذه المذكرة صدرت عن إدارة المخابرات العامة الفرع 279 مكتوب مذكرة بإطلاع السيد اللواء مدير إدارة المخابرات العامة الموضوع التجربة الجزائرية والاستفادة منها 0207 تقول التق مندوب محطتنا في الجزائر مع الضابط السابق في المخابرات الجزائرية شافيق مصباح على هامش ندوة سياسية وتحدثوا معه في أمور كثيرة خصوصا تجربة الجزائر بعد تشريعيات 1992 التي فازت فيها جبهة الإنقاذ الإسلامي وقد أكد المتحدث أنه لولا ثبوت الإرهاب على أتباع جبهة الإنقاذ من السلفيين ما تمكنت الحكومة الجزائرية من مواجهة المعارضة حينها وأشار الجنرال سابق ما قال الجنرال وهو عقيد سابق شافيق مصباح إلى أن المؤسسة العسكرية الجزائرية نجحت في تحويل ما جرى بعد توقيف المسار الانتخابي عام 92-900 و ألف من معارضة انقلاب عسكري إلى قضية تتعلق بالإرهاب ليؤكد أنه لا يوجد ما يدمر أي معارضة سلمية مثل العنف والتطرف أو تهمة الإرهاب التي يحاربها العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية محطتنا تقترح وتلح على ضرورة دراسة التجربة الجزائرية والاستفادة منها فقد فهم من الجنرال السابق هو العقيد شافيق مصباح لأنه حتى سألت وبحث هم يقولون الجنرال السابق وحسب معلوماتي أنه لا يوجد جنرال سابق يحمل اسم شافيق مصباح الذي نعرفه هو العقيد السابق شافيق مصباح إذا كان موجود واحد ثاني الله أعلم إذا تم ذكر الشخص بالاسم الحقيقي مش هوضع اسم مستعار أو مين فهم يقصدون السيد شافيق مصباح الذي تم ذكره في البداية أما إذا كان تم وضع هوية مستعارة أخرى لهذا الاسم الله أعلم نترك للسيد شافيق مصباح نفي أو التأكيد فيما ورد في هذه الوثي محطتنا تقترح وتلح على ضرورة دراسة التجربة الجزائرية والاستفادة منها فقد فهم من الجنرال السابق وغيره من الضباط السابقين الذين جرت تحدث إليهم أن الجيش الجزائري نجح في وعد الثورة الشعبية وكسب الدعم الدولي لما سوقها للعالم على أنها مجرد إرهاب فقط حسب ما ورد مع هذا السيد شافيق مصباح أن الثورة الجزائرية أو الحراك الشعبي الجزائري أنذاك في التسعينات نجحت الدولة الجزائرية في القضاء عليه لما تمكنت من توجيه تهمة الإرهاب إليه إذن هذا هو المقصود من هذا الكلام ثم تواصل الوثيقة كما أضاف مصدرنا أنه تحدث مصدر الاستخبارات السورية أنه تحدث مع صحفيين ومثقفين وضباط مخابرات سابقين وكلهم أكدوا أنه لا حل الأزمة في القطر يقصد سوريا سوى بكشف الجانب الإرهابي فيها خصوصا من جانب إغراقها بمتشددين سواء من سوريا أو العراق أو غيرهما وأيضا حدوث عمليات تستهدف مصالح أجنبية تتبنىها مجموعات محسوبة على المعارضة كتنظيم الإخوان أو أي جماعة ولو تكون افتراضية توالي تنظيم القاعدة الإرهابي هذه الوثيقة على فكرة كانت في 2011 وأكدت محطتنا أن النظام الجزائري صنع جماعات موازية وأخرى وهمية لا تظهر سوى من خلال بيانات عبر وسائل الإعلام تتبنى فيها عمليات دموية استهدفت المدنيين ونقل مصدرنا على لسان عقيد في المخابرات الجزائرية لم يذكروا اسمه أنه لولا تهمة الإرهاب ما نجحت السلطات في التصدي للشارع الذي كان يقف كله مع الإسلاميين أنا هنا ذكروا كلمة عقيد ربما هناك خلط من طرف محرر هذه الوثيقة أو شيء الوثيقة قدم التحليل التحليل والاستنتاج معلومات وردتنا من محطتنا في الجزائر تتضمن لقاءات مع ضباط مخابرات وصحفين ومثقفين وتحدثوا عن تجربة الجزائر في مواجهة المعارضة والإرهاب وتنصح المحطة بضرورة الاهتمام بهذه التجربة الثرية والرائدة التي تتقاطع في أمور كثيرة مع ما يحدث في القطر الاقتراح توجيه منتدبنا في الجزائر المتابعة باهتمام لكل ما يصدر عن ضباط المخابرات والمثقفين وإعلامنا يعني توجيه منتدبنا في الجزائر المتابعة كل ما يصدر عن ضباط المخابرات والمثقفين وإعلامنا نقل كل ما يقوله الضباط يعني مواصلة البحث في هذا الموضوع ضرورة دعوة أسماء من هؤلاء الضباط والمثقفين إلى دمشق والتعاون الوثيق معهم الأمر الثالث الفارع 255 للمعالجة وإجراء اللازم كما لاحظنا أن النظام السوري اهتم بالتجربة الجزائرية في التسعينات بالنسبة للمخابرات السورية أن المخابرات الجزائرية نجحت في تحويل الثورة الشعبية الجزائرية أنذاك من ثورة شعبية ضد فساد النظام وكذا وعندها مطالب سياسية وما غير ذلك إلى قضية مكافحة الإرهاب وهذا الذي كان يريده نظام بشار الأسل هذه الحكاية في 2011 ونحن نعلم أن الثورة السورية اندلعت في مارس 2011 يعني بعد فطرة قصيرة النظام السوري بحث في كيفية تحويل الثورة السورية من قضية تتعلق بشعب يتحرك ولديه مطالب مشروعة ضد نظام مستبد ونظام أمني بحث إلى أمور أخرى تتعلق بالجماعات المتطرفة والمتشد الأمر لم يقتصر في نفس السنة في 2011 هناك وثيقة ثانية عنوانها مذكرة بإطلاع السيد العميد رئيس الفرع 279 الموضوع موافقة الجانب الجزائري بدراسة طلب إرسال بعثة متخصصة في مكافحة الإرهاب بناء على البرقية رقم 0207 المؤرخة في 18-2011 تم تقديم طلب للجانب الجزائري من أجل إرسال بعثة تتكون من ضباط أمن واستعلامات ومتخصصين في مكافحة الإرهاب لإجراء دورات تدريبية وتكوين ضباط الجيش من مختلف الفروق وقد وافق الجانب الجزائري على دراسة طلب بمذكرة مؤرخة في 13-2011 تقريباً ما يقارب شهر شهر إلا خمسة أيام معلومة الفرع 205 لا يوجد التحليل موافقة الجانب الجزائري على دراسة طلب إرسال بعثة تتكون من ضباط أمن واستعلامات متخصصين في مكافحة الإرهاب لأجل تنشيط دورات تدريبية وتكوين ضباط الجيش من مختلف الفروق حقيقة بحثت في كل الوثائق التي لدي لم أجد أي وثيقة تقول أن الجزائر أرسلت ضباط أو شيء من هذا القبيل ولكن وصلتنا من قبل معلومات من مصادر عديدة أن الجزائر أرسلت ضباط استخبارات إلى سوريا وتعاملوا أنذاك مع الضباط الاستخباراتيين في سوريا فيما يخص عملية قمع الثورة الشعبية في سوريا لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر